السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بجاميع الأخوة والأخوات المتابعين على القناة قناتكم فسحة في هذا الفيديو الجديد اللي غد نبينوا فيه كيف تختلط السياسة بالفن وكيف أيضا أن المخابرات والأمن يدخلون على الخط ويتحكمون في خيوط هذه العمليات وشباكة كبيرة نشوف فيها سياسيين فنانين وأمنيين إلى غاية القصر الملكي هذا المقال بعنوان يا ترى من وراء قتل الوالي عبدالحق الخيام بمستشفى زايد هنا المقال يتساءل عن عملية القتل من كان وراءها وما هي الأسباب الخفية لعملية تصفية الجسدية هل لأنه شكل لعقدين من الزمن العلبة السوداء لما يعرفه الحرب على الإرهاب وعملية تفكيك الخلايا النائمة المتطرفة المقال يتكلم على عبدالحق الخيام على الحموشي على ناطفة رأفة وعلى القصر الملكي والحزب ديالو حزب الأصالة والمعاصرة وبعض السياسيين منهم سعيد الناصري الرئيس دي الفريق الويداد البيضاوي المقال يقول منذ أشهر والتحقيق الميداني جاري على قدم وثق وفي جميع الاتجاهات وعلى جميع المستويات حول الوفاة المفاجئة للوالي عبدالحق الخيام هذا اللي مات هدية لها بضعة شهور وكان دائما الإعلام المخابراتي والمخابرات حريصين أنهم يبينوا هذا السيد أنه كان رجلا عظيما وفي نفس الوقت كانوا حريصين أنهم يبينوا أن كان هناك علاقة طيبة ما بين الحموشي وما بين عبدالحق الخيام طبيعة الحال من أجل إبعاد الشبهات فمدير المكتب المركزي السابق للأبحاث القضائية المعروف باختصار بالبسيج وكل الروايات الرسمية التي روجت من طرف الجهات الأمنية الرسمية يعني الروايات الرسمية روجت من طرف الجهات الأمنية الرسمية كتقول بأن السبب الرئيسي هو انخفاض حاد للضغط في الدم أدى في بداية الأمر إلى شلال النصفي نتج عنه فيما بعد مع مرور الوقت مضاعفات صحية خطيرة كانت نهايتها الموت لم تقنع العديد من المهتمين الأمنيين الأجانب الذين طرحوا علامات استفهام عديدة يعني هناك على الخط حتى مختصين أمنيين أو مهتمين بهذه الرواية هذه وهذه الرواية غير مقنعة بالنسبة لهم وهناك علامات استفهام عديدة لازلت مطروحة إلى يومنا هذا لكن كل ما تروج له الأجهزة الأمنية عبر منابرها الإعلامية هو أن الخيام كان رجل عظيم وعلاقته كانت طيبة بالحموشي الخيام رجل عظيم وعلاقته طيبة بالحموشي هلاش من أجل إبعاد الشباب لهذا كان لابد من الرجوع إلى الوراء والبحث والتحقيق في الأحداث التي أدت إلى إعفاء هذا المسؤول الأمني الكبير من العيار التقيل الذي كان يتمتع بشعبية واسعة بين جمهور الرجاء البيضاوي وعرف على أنه يجالس أصدقاء طفولته في المقاهي بمدينة البيضاة المهم هذه معلومات فقد ذكرها المقال فنذكرها فلنحن نعرف الخيام شكونا هو كان أحد الكبار المجرمين الذي سجن وعدب أبريال نحن نقول المقال مثل ما كتب يعني أنه كان شعبي ويتواصل مع الجميع وهذا كان يظهر بشكل جلي وواضح من خلال ندواته الصحفية العديدة التي كان يعقدها مع المواقع الإلكترونية الشهيرة عفوا وأثناء التحقيق الأمني نشوف قبل أشهر من تعيينه كمستشار للمدير العام السيد عبدالطيف الحموشي كان قد قام بعملية أمنية استباقية بمدينة الجديدة صادرت فرقته الأمنية للبسيج على إسرها العديد من الشاحنات كانت محملة بما يقارب ستين طون من المخضرات الصلبة الكوكايين الكوكايين نحن الماكسيموم الذي نسمع أنه تم احتجازه هو واحد طون خمسمائة كيلوغرام هذا هو الماكسيموم لا تتجاوزها ولكن هنا الكلام على ستين طون من المخضرات الصلبة الكوكايين مخضرات بيضاء فهذه الكميات ما يكنش دوزها ها كوك من يكن تكلموا على شاحنات ماشي شاحنة وحدة مغير إلى ما كنتي مسنود بشي حاجة فهذا الصيد يعني بحل خرج من الجنب وحاول أن يستبقى في واحد العملية اللي كي الناس هما اللي كبر منه هما اللي مسؤولين عليها وأثناء التحقيق الأمن مع الموقوفين يعني وقفوا سائقين الشاحنات اعترفوا على رجل أعمال مالي يلقب ببارون المخضرات بإفريقيا الذي كان لوقت قريب زوج المغنية الشعبية لطيفة رأفت التي اشترى لها بالمناسبة يعني المسؤول على هذه الشحنات دي المخضرات هو رجل مالي وعلاقته بالمغرب أنه كان الزوج دي اللطيفة رأفت واللي شرى لها الفيلا الموجودة بحي الرياض يعني فيلا بأموال المخضرات وأنا كانت لدي العديد من المعلومات بخصوص لطيفة رأفت وبخصوص زوجها ولكن هذه المعلومات يعني قيلت لي يعني كي نقوله دبوشة أو غاي ولكن ما أنا منك نهضر خصوص تكون شي حاجة اللي هي موتقة كما الآن كاين هناك ما قال يفصله في جميع الأشياء وهناك أشياء أخرى أنا أعرفها على لطيفة رأفت يعني من خلال المعلومات التي توصلت بها ما كان خلال شنقولها هي يعني خصوص تكون موتقة بحالها وكما ما هي حياة شخصية بل هي جرائم مقترفة خصوص ناسا تكون شي ما قالت لي بحالك وعند نخرجوا نهضروا ديك الساعة فهذه وحدة منها باش كنعرفوا كيفاش أن الأمن والسياسة والفن يرتبطون في بعض مع بعضهم البعض وأننا كتلقى يعني الفن يروجوا أو يلمعوا صور بعض الأشخاص أو يغسلوا أموال بعض الأشخاص المتورطين في جرائم اللي هي كبيرة لا علينا من هذه الأمور وفعلا ألقي القبض على المواطن المالي الزوج دي غايب دا الفيلم ذكر مسؤولين بارزين فين بالمحيط المالكي الميكادر على شحنات بستين طون كنقول لكم شي مسؤول اللي هو كبير واللي غاي قدر يدخل بحال هذي الشحونة هذي ما يمكنش يعني بارون مخدرات ويتم دايز لكستين طون في وسط المغرب وتيتسالة بها وغاي دووزها الأوروبا ولا مناطق أخرى ولا جزء من ناسا يوزعوا في المغرب ونحن نعلمه أن الكلام يعني اللي عنده علاقة داخل القصر الملكي بالكوكايين الاسم الذي صارت هذا كثيرا هو الاسم ديال الأميرة مريم وشخصيات سياسية من القيادات للصف الأول من الحزب الأصل أو المعاصرة الحزب ديال القصر الملكي من القيادات من الهمة وانتهابط يعني المستشار ديال المالك ومن بينهم بشكل خاص جهة الشرق عبد النبي البعيوي المدان من طرف القضاء المغربي بتهم تبديد أموال عمومية والاختلاص وحكم عليه بسنة أو سنتين نافدة لكنه لحد الآن لا زال حرا طريقا طريقا يعني رغم أن اعترفوا عليه هذا المول البارون المخطرات اعترف على بزاف الأسماء ما تمشي الاعتقال ديالهم تم اعتقاله هو والناصري رئيس لويداد البيضاوي الذي استولى دون سند قانوني على فيلا فخمة توجد في ملكية هذا الرجل الزوج السابق ديال ديال لطيفة رأفتي يعني فشو ودخل الحبس جرى رئيس لويداد الناصري فاستولى على الفيلا دياله واستولى على السيارة دياله بدون يعني أي وجه قانوني والأمن والأمنيين والقضاء يعني خلوا هاتشي دوز عادي واني كنجي ونقلبه على الناصري كالقاوة كان مؤخرا يعني في الصفوف صفتاني من مور المالك هنا يا كنشوفوه ها هو الناصري كما تشاهدونه فاش مني كانت تكلمو على الفساد ولا كبار المجريمين قلت لكم ديك المرة في الصلاة العيد يكفي أنه شاهد يعني كتقول أنا المالك مفرصو شكو اللي قال سحده يعني كلهم عندهم تهم تقيلا أو أحكام أو دايرين شي مصائبك لو ما زال ما تحكموش يعني من أخ نوش إلى الناصري الذي خلفه اللي تذكر دياله في قضية ديال تجارة بالمخدرات الصلبة وأنه كيستمتع الآن بأموال المخدرات حسب المقال ديال المجريم الذي تم اعتقاله ولكن هو سمحوله أنه محجزوش على ديك الفيلا محجزوش على الممتلكات ديال سميتو ورجعت في اسم الدولة ولا شفت شنو تدير به اللي خلوها السياسي آخر قريب من القصر الملكي قريب من اللهمة قريب من الملك يعني أن الرجل الثاني في الدي إستي أحس بأن الوالي نشوفه شوف تيفي الذي يواجهه لا لا نقصنا واحد يعني واحد المناطق اللي هي مهمة في المقال ومن بينهم بشكل خاص الذي استولى على ناصر الذي كان نضرع له دون سندين قانوني على فيلا فخمة توجد في ملكية هذا الرجل الأعمال المالي والعديد من سيارات الفارهة عملية القبض هذه أثارت حفظة الرجل الثاني في المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني الديستي الدكتور حاميد دين هذا الدكتور حاميد دين هو الرجل الثاني داخل هذا الجهاز ولا أحد يعرفه من هو وتحت ما كيشوفه ما كيبنش في الإعلام يعني أول مرة كان قد ذكر يعني في وسائل الإعلام الإلكترونية ذكر اسمه اسمه ذكره هو محمد حاجب يعني ذكر بأن هذا السيد هو العقل المدبر أو عبدالطيف الحموشي وهو من يفكر له ويسيره وكي يعطيها الأفكار فحموشي هو عبارة عن واجهة فبعد أن تم ذكر هذا الاسم هذا فقامت المواقع الإلكترونية المخابرتية بواحد الحملة للهجوم مباشرة على حاجب بعد هذا الخبر المندوب الجهوي القوي صاحب النفوذ الواسع بالمخابرات الداخلية والمسؤول الترابي الأول عن كل ما يقع بجهة الضار البيضاء ستات على جميع الأصعيدة والمستويات والذي كان وراء فكرة تأسيس القناة الإلكترونية شوف تيفي يعني من وراء شوف تيفي مش يحتدرس الشحسان يعني هي فكرة دي الرجل المخابرات يعني المخابرات المغربية هي التي فكرت ودبرت وخالصت إلى أنها تنتج واحد القناة يجب أن تدمر عقل يعني والذوق والأخلاق ديال المغاربة وتقلب على المصائب وتقوم بتشهير ديال الناس أينما كانوا ولكن أعطاوها الواحد العامي دريس آآ شحسان ليظهر في الواجهة لأنه مواطن لا علاقة له بالأمن وبالمخابرات في حين أنه عاميل ديال المخابرات آآ النفوذ الواسع بالمخابرات الداخلية ظهورها في المشهد الإعلامي المغربي يعني أن الرجل الثاني في الديستي هذا حامي الدين أحس بأن الولي عبدالحق الخيام تجاوز هذا الرجل لا يظهر في الإعلام أحس بأن الخيام تجاوزه ما مشي الحموشي من أحس بأن الخيام تجاوزه هذا الرجل الثاني ما بعد الحموشي يسمى رسميا هو الرجل الثاني لكن عمليا وميدانيا هو الرجل الأول ديال المخابرات هو الدراع الحقيقي ديال فؤاد الهمة ونفذ عملية أمنية دون أخذ الإذن منه مسبقا أو موافقته رسميا النتيجة أن القضية وضعت على مكتب السيد عبدالطيف الحموشي المدير العام لكل من المديريات العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني الذي انحاز كما هو معلوم لرجله القوي في الديستي خضع لتعليماته وقام بإعفاء الوالي عبدالخيام من على رأس المكتب المركزي للأبحاث القضائية وتعينه مستشارا له بالرباط ولكن هذه المدة كاملة اللي كان مستشارا له بالرباط لم يكن يقوم بأي مهمة فقط باش ميبانش أنه تمت معاقبته يقول لك إعفاءه وعينه كمستشار وما كانت عنده تشي مهمة كان قال السيد ماخد دمر دم تشي حاجة باش كتعرف أنه ماذا قام به يعني مني كيدير واحد العملية باش كي يحجز يعني واحد الشحنة كبيرة من المخطرات بحال هذه على الأقل كتكون مكافأة يعني في دول اللي هي يعني تحترموا المنطق ولكن علاش الناس اللي هم معنيين بهذا الأمر وبحماية المواطنين من المخطرات ومحاربة تجارة المخطرات انزعجوا يعني هذا السيد ثامين ستين طن ديال المخطرات البيضاء لو لم تكن لهم هما مصلحة أو يحمون مصلحة كبار الفاسدين داخل المغرب ما غاديش نزعجوا وانتقبت لهم ستين طن ديال المخطرات هما قاموا بإعفائك وتعينه مستشرا له بالربط بطبيعة الحال هذا القرار كانت له تداعية معنوية خطيرة على نفسية الخطيرة هو عد ما زل جاي في المقال نفسية الوالي عبد الحق الخيام الذي أحس بأنه تعرض لظلم كبير وإهانة غير مسبوقة لأنه فقط قام بعمله وهذا ما اضطره للذهاب بينه الفينة والأخرى لمستشفى خليفة بن زايد للقيام بفخصات طيبية فكانت يعني تعرض بحل صدمة نفسية فكان يمشي كيتعالج بمستشفى ابن زايد أو بلغة أوضح حسب المقال أنه كان يذهب برجليه لهذه المؤسسة ورغم أن الحالة النفسية كانت هي مشيهية هديك وأنه كان مريض إلا أن السيد كان واقف على رجله المؤسسة الصحية التي دخلها آخر مرة للقيام ببعض التحاليل لكنه لم يسمح له بالخروج منها هو يدخل يدير التحاليل لكنه لم يخلوه يخرج ما يعني أن السيد ما كانش مريض ويعالج في المستشفى بل كان محتجزا داخل المستشفى وبقي فيها ثلاث أشهر أصيب خلالها بشلل نصفي شنو كانوا يديروا له الله أعلم وحسب شهود عيا بالمستشفى ها ما زل ما زل كي نقوله المسججة للقدام فإن المدير العام عبدالطيف الحموشي كان يزوره بشكل دوري في أوقات الليل ما بين الواحدة والثانية ليلا يعني بغي يطلع لها شغله وبيديه واش داك شي هو هدك ولا ما شي هو هدك وأوقات الزيارة كانت ما بين الوحدة الجوشة الليل يعني كمعاهدنا الحموشي دي ما كيتختل بحل شي شفار يعني بحل لا غيدير شي جريمة كي يجي ما بين الوحدة الليل وجوشة الليل اللي هي أيض أصلا مشي أوقات زيارة دي الواحد اللي مريض واحد اللي مريض يعني ذيك اللوقتة كي يكون ناس فهو شنو كيمشي كيدير كيمشي يهدر مع الطبيب كيمشي يطمئن عليه كيمشي يشوف يعني واش الجريمة التي أمر بها سيتم تنفيذها على أكمل وجه أو لا لا ما يطراح تساؤلات عديدة حول من أوصل أوصله لهذه الحالة الطبية الوالي عبدالحق الخيام الذي دخل إلى المستشفى على رجليه وهو يتمتع بصحة جيدة وفي كامل وعيه وإرادته ولماذا كان يحرص الحمشي على زيارته بالمستشفى وبالليل هل كان يذهب لإطمئنان عليه ده بصاحب المقال يتساءل نحن نتساءل ولكن أسئلة يعني كتبي لك الشك مش غير الشك اليقين يعني في أنك إن هناك جريمة ومن هو الطبيب المعالج الذي أوصله لحالة الشلال النصفي يعني ما كانت شي سبب يؤدي حسب المقال إلى الشلال النصفي بل هناك يعني المقال يتكلم معنا مسؤولية أحد الأطباء لوصلوا لحالة الشلال النصفي فاشنو كانو كيعطاه واشنو كانو كيديرولو الله أعلم فهو المقال يتساءل فقط شكون طبيب صاحب هذه الفعلة هذه ومن أمره يسؤول حتى شكون أمره للقيام بهذا الفعل الإجرامي في حق مسؤول أمني كبير وطني خدم الله صحيح يمكن أنه ارتكب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان يعني شرائم في حقوق المواطنين المغاربة طوال مسيرته المهنية بحكم تدروج في المسؤوليات بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية يعني هذه الجملة كفيرة باش كتبيلك أن كل من تدر رجع في سلك يعني الشرطة الفرقة الوطنية الشرطة القضائية فهو خلال المسيرة دياله يعني إنسان لأن هذا هو المعمول به داخل هذا الجهاز هذا لكنه يبقى إطار أمني كبير من العيار تقيل مهم هذا الكلام لا يعنينا هل تصفيته مرتبطة بأنه كان يشكل خطرا على الحموش والدائرة المقربة منه التي آتت من الديستي وسيطرت على القرار لإدارة العمل للأمن الوطني أم بسبب سبب أنه كان يعتبر العلبة السوداء لما يعرفه بالحرب على الإرهاب وهذا هو بالنسبة لي أنا شخصيا هو السبب الحقيقي يعني الحرب على الإرهاب أو ما يسمى بهذا المسمى هذا هو كان يعني وسيلة أو غطاء كي ينفذ للنظام المغربي العديد من الاعتقالات والعديد من الجرائب وأن يهذب الكثير من الناس وأن يحكم النظام وقبضته على العرش لأنه إلا ما كانش شي حاجة اللي كيخوفوا بها المغربة فالمغربي باشي تشبت خصو يقولوا يجب أنت تشبت بماليكك وبيعرشك وبيوطنيك وبالاستقرار وبكذا خصو يجيبوا لك شي حاجة تخلعك يا إما يقول لك الإرهاب يا إما كيقول لك الصحراء غتمشي النار يا إما كيقول لك ضروري من التطبيع تطبيع كي يبدو لك بالصحراء يا إما الجزائر غت دخل علينا يا إما ضروري من التطبيع باشي يخليه وكيدفعوناك للتشبت بالمالك دون وعين وخانتا كتشوف جرائمه وكتشوف الفساد وكتشوف احنا كنشوف غرفة المقالة هذا جهازه الأمني ماذا قام به يعني واحد من بينهم باشي تعرفوا خانتا مهما تدرجت ومهما علاش نوك داخل سلك الشرطة ولا سلك المخابرات ولا أي يعني العسكر ولا اللي بغيتي فكلما اقتربت من رأس العرش أو رأس الهرم أو العرش الملاكي وكانت لديك أسرار وحسبت رأسك أنك صديق من الأصدقاء فأنت لست صديق بل تشكل وخطرا كلما كانت لديك أسرار ديال الدولة بالنسبة لهم كلما كانت عندك معلومات يعني دقيقة حول تورط الملك ومحيطه وإخوانه ومستشاريه والأحزاب اللي تبعي في جرائم في المغرب فكلما تصبحوا خطرا عليهم غيجي واحد النهار غيبغي يتهنوا منك لأنهم يريدون دفن الأسرار كيدفنوا الأسرار ديالهم والجرائم ديالهم عن طريق تصفية بعض الناس أو عن طريق تجنهم أو تهديدهم أو ترهيبهم فهذه الناس اللي كيتعاملوا مع المقربين منهم ومن خدمهم بهذه الطريقة فكيف سيتعاملون مع من يحاول فضحهم لو تمكنوا منه فلو تمكن هذا النظام من أن يضع يده علينا رماشي غير عاديروا النشلال النصفي عاديروا النشلال كل فنعيد السؤال هل تصفيته مرتبطة بأنه كان يشكل خطرا على الحموش والدائرة وهذه فرضية ضعيفة جدا أو من أجل يعني أنه كان العلبة السوداء لما يعرفوا بالحرب على الإرهاب كان عرفوا تورط النظام المغربي من الملك إلى الحموش إلى البسيج إلى باقي بأنهم كانوا يعني حتى أنهم قاموا بحمليات إرهابية من أجل تبرير أن هناك إرهاب يجب أن يحارب والحامل لخفايا وأسرار تفكيك الخلايا الكاذبة لكن الخلايا الكاذبة نائمة لو كان حاملا لأسرار أن المغرب إلى خرج وهضر سيتكلم على إنجازات أما إذا خرجوا وهضر ونحن لا لدينا إنجازات سيتكلم على فضائح والدعاء أننا كانت لدينا جهاز أمني كبير ويفكيك الخلايا وكذا وكذا منذ طيلة حكم الملك محمد السادس ما ظهر في التحقيق بين الولي عبد الحق الخيام وبارون المخطرات بإفريقيا رجل أعمال المالي المعتقل حاليا بسجن الجديدة سينشر لاحقا بالتفاصيل والذي حكم عليه بعشر سنوات نافذة بعدما وعد وعد من جهات عليا مقربة أيضا عاوثني من القصر الملكي بأنه لن يتم القبض عليه لو وطأت قدماه التراب الوطني وأعطي الأمان يعني هذا السيد ما أعطيه الأمان من داخل القصر الملكي أنه يدير ذلك شي اللي يبغى ويتاجر وما كان شي اللي غادي تاجر سيدف المخطرات والدوجيب ونحن نشره من عندكم بوع الأوروبا وانتع المهم لكن ما حدث له هو العكس تماما أولا تم النصب بمبلغ مالي بقدر خمسين مليار هو التمن الإجمالي للبضاعة التي تمت مصادرتها بمدينة الجديدة ثانيا ألقي القبض عليه وتم إذاعه بسجن الجديدة لقضاء محكوميته وخلال هذه المدة السجنية قدم شكايات عديدة إلى الوكيل العام للمالك لدى المحكمة الاستئناف السابق بالجديدة الذي رفض التجاوب معه وفتح تحقيق بشأنها لأنه ذكر فيها أسماء مسؤولين بالمحيط الملكي وشخصيات سياسية بارزة من حزب الأصالة والمعاثرة متورطين بشكل مباشر في تجارة الكوكايين وحبوب الهلواس يعني هذا الملف فتح ملفات أخرى ولكن القضاء استنى جميع الأسماء التي ذكرت وقلته وحكمه عليها عشر سنين فكيف حالكم فعلى ما يبدو أن هذا المقال لديه تتم أخرى لما سينشر وصاحب المقال فرحان إدريس من جريدة شروق نيوز ربعة وعشرين هو مغربي مقيم بإيطاليا قال أنه أرسل هذا المقال للديوان المالكيوري أساس الحكومة والأمانة العامة الحكومة ووزارة الداخلية يعني كل شي فرص وما كان شي حد ما فرصوش هذا التفاصيل لكن إلى رجعتي الوقت ديال الوفاة ديال عبدالحق الخيام ستلقى فقط وصلاة التطبيل وستلقى أن علاقته بالحموشي كانت علاقة طيبة وكانت صداقة وكان هذا وهذا وهمتي من أجل إبعاد شبهة على جهاز المخابرات العملية الغتيال التي تمت في حق هذا الرجل اللي ماشي شارف دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء في في فيديو قادم السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر